تعالوا نضبطوا اياكم الشعيرية بالحليب او البلاليط بالحليب طابخة باكستانية وبطريقة صحية تابع الطريقة وفي البداية هنزل الشعيرية وبدون اضافة ولا قطرة زيه وحمر الشعيرية لحد ما يطلع معايها اللون العالمي وشلال من الحليب الصاخن وقلب الشعيرية على نار وسط لحد ما تستوي معاي وحبينا نخليها صحية واستبدلنا السكر بالعسل اكيد ما تحلم دون زعفران وهيب وهنا الاختيار راجع لك حلاها بمكسرات باللي يحب قلبه اتوقع ما شي اسهل منها الوصفة الشتوية وصفة شتوية بامتياز وتدخل القلب والاهم انها بطريقة صحية وهذا الشكل النهاي علينا وعليكم بالفافيح ولا غلطة جربوها ودعولي وتستحق التجربة تعالوا نضبطوا اياكم سويت شعبي ووقته في الشتاء وبمكونات سهلة وبسيطة تابع الطريقة وفي البداية نبدأها بكوب من طحين البر ونحمر الطحين لحد ما تطلع ريحته ويميل لونه للون الذهب وضروري ان نخل الطحين عشان نتخلص من الشوايب وما تتكتل علينا العصيدة ونزل الحليب الدافئ وشغل يديه على رقم خمسة وما وقف تحريك ونزل شلال من العسل وانبغيت الدبس ما نتخالف وياه وما تحلل وصفة الشعبية بليه يهيل وزعفران وشوية مايورد واختمها بسم العنوان وهذا القوام المطلوب للعصيدة وبكذا تنتهي معاك اسهل عصيدة صح يصيب انك تشير نجات في اليدين بس تستحق التجربة وهذا الشكل النهاي علينا وعليكم بلف عافية ولا غلطة جربوها ودعولي وتستحق التجربة اشتركوا في القناة